طيب حريق دلوقتي قلتي انه يعني ان احنا المفروض نفرق بين حاجتين او يعني بمعنى اصح يعني نضغمهم دلوقتي موجودين بشكل مختلف هيئة التنسيق الحضاري مثلا وهيئة الاثار حيث بتقولي لازم يبقوا حاجة واحدة لازم يبقوا حاجة واحدة احنا محتاجين في مصر يبقى عندنا هيئة عليا للتراث المصري فيه كل حاجة من اول الملوخية النشفة والشلولة وبتاعنا ان احنا بنسجله كتراث اكل مصري لحد معبد الكارنك لانه بالنسبة لي هما الاثنين دول ممثلين الحضارة المصرية وهما مهمين بالنسبة لي وانه التراث المصري الحديث قرن 19 وقرن العشرين اللي موجود هو جزء من الشكل المصري النهاردة فما ينفعش ان انا افصل اقول حتى حضرتك اتفاقية التراث بتاعت اليونسكو 1970 بتقول انه التراث مش اللي فات عليه مئة سنة التراث هو كل ما يريده المجتمع ان يكون جزء من الزاكرة بتاعته فان احنا بنفصلهم نقول مصري قديم ونقول مسيحي واسلامي وتراث حديث تراث الحديث ده نقوم موديينه للتنسيق الحضاري ده كمان هو نفس الفصل الاستعماري اللي حصل ان احنا عايزين نفس المصر القديمة دي عن مصر الحديث لكن احنا خط زمني واحد ابتدى من نارمر لحد النهاردة طب هيئة التنسيق الحضاري يعني الحقيقة احنا ما حسناش ان لها صلة بالاثار يعني نتكلم مثلا لها صلة بالميادين بالشوارع بشكل العمارة والمباني القديمة ما هو المباني القديمة دي هي جزء من تاريخنا الحديث المهم لتكوين شخصياتنا النهاردة يعني ده هنختلف تماما عن ما هو موجود حاليا يعني تنسيق الحضاري دي بتتكلم عن اشياء حديثة في الشارع المصري حقيقي بس هي مهمة هقول لحضرتك مثلا احنا في وسط البلد هنا عندنا مباني اللي بناها الخديوي اسماعيل فيها الاجبتومانيا او الولع بمصر القديمة فده جزء من تاريخ انه قد ايه حتى في قرن 19 كان فيه ولع بمصر القديمة في اوروبا وبما انه الخديوي اسماعيل كان مولع بباريس نقل الولع ده فهو كمان ده جزء من فهمنا لتاريخنا الحديث وفهمنا لتطور علاقتنا بالماضي يعني لازم ان احنا حكاية ان انا بافصل التراث بانه مصري قديم فبقى انتيكا احطه في المتحف عهدة وبين انه الحاجة الحديثة دي هو لازم يبقى كله حاجة واحدة عشان المصري يعرف يتفاعل معه بشكل جيد طيب